موسيقى حقق الصد الأول واللي بيحمي النادي الأهلي هو المبادئ والثوابت والتقاليد واللي الجمهور أول الملتزمين بيها جمهور النادي الأهلي عنده هو رقم واحد النهاردة ذكرى ميلاد أحد أحد العظماء الحقيقة الأرسوا هذه المبادئ المايسترو صالح سليم اللي كان بيختصر كل المبادئ في أفعاله واحد من الرياضيين العظام ومن رؤساء النادي الأهلي اللي لهم مكانة تاريخية ومكانة خاصة في تاريخ النادي الأهلي بالمواقف والنجاحات حقق الصد بالنسبة للنادي الأهلي هو تقدير رموزه وأن دايما مصلحة الأهلي أهم من مصلحة أولاده طول ما الأهلوية بيقدروا رموزهم وبيمشوا على نهجهم حيفضل دائما النادي الأهلي هو رقم واحد مايسترو صالح سليم مش مجرد رمز ولا رئيس نادي ولا لاعب له تاريخ لا ده واحد من اللي بنوا ثوابت النادي الأهلي وتمسكوا بيها وطبقوها على نفسهم قبل غيرهم واحد من اللي عملوا شعبية لكرة القدم كارزما جبارة عشان كده سير تعيش معنا لغاية دلوقتي ألف رحمة ونور عليك يا مايسترو خلينا نطلع نشوف تقرير عن ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي لاعبا وإداريا المايسترو صالح سليم من كان يظن أن هذه الصور بالأبيض والأسود ستلون تاريخ كرة القدم في مصر والوطن العربي وإفريقيا أسطورة النادي الأهلي لاعبا ورئيسا وأحد أنجح المسؤولين في تاريخ كرة القدم والرياضة في مصر هو الأب الروحي لجماهير الأهلي صاحب المقولة الراسخة في الأذهان الأهلي فوق الجميع المايسترو صالح سليم ولد في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 1930 بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء عام 1944 ولم يمر وقت طويل حتى أثبت نفسه وتم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن السبع عشرة عاما افتتح التسجيل في أول ظهور رسمي له أمام المصر البورسعيدي التي حقق فيها الأهلي الفوز بثلاث يدون رد توجى المايسترو مع القلعة الحمراء في 11 بطولة للدور المصري وثمانية ألقاب لبطولة كأس مصر ولقب لكأس الجمهورية العربية المتحدة خاض المايسترو الراحل مع الأهلي أكثر من 185 مباراة سجل خلالها 99 هدفا الكابتن صالح سليم الذي كتب رقما قياسيا لم يكسر حتى الآن في تاريخ الدور المصري للتهديف الشخصي في مباراة واحدة بعد أن سجل سبعة أهداف في مرمى الإسماعيلي عام 1958 التي انتهت بثمانية أهداف دون رد كما يعاد صاحب الرقم القياسي في التتويج المتتالي بلقب الدور المصري في عدة مواسم مشاركة مع الأسطور الراحل محمد عطية توتو خاض تجربة احتراف تاريخية مع فريق قرادزر النمساوي موسم 1962 ليصبح أول مصري يحترف هناك سجل خلال تواجده ستة أهداف في عشر مباريات ليعود مجددا إلى القلعة الحمراء بعد مقولته الشهيرة شعرت بالحنين إلى الأهلي فهو حياتي وبيتي وظل الكابتن صالح سليم متواجدا مع الأهلي طيلة 19 عاما حتى اعتزاله في نهاية عام 1966 توجد الكابتن صالح سليم مع منتخبنا الوطني بكأس بطولة الأمم الإفريقية عام 1959 كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية في روما عام 1960 وكأس أمم إفريقيا عام 1962 التي احتلت مصر الوصافة فيها اقتحم الماستروس على حسليم عالم التمثيل حيث شارك في عدة أعمال سينمائية ظلت خالدة في الذاكرة عبر فيلم السبع بنات ثم لعب دور البطولة في فيلم الشموع السوداء وكذلك الباب المفتوح تدرج في فنون الإدارة وتسلم مهمة منصب مدير الكرة في القلعة الحمراء ثم عضوا لمجلس الإدارة ثم رئيسا للنادي لمدة 18 عاما وهي مدة لم يصل لها أي رئيس آخر خلال فترة رئاسته استطاع فريق كرة القدم تحقيق أكثر من 35 بطولة محلية وقارية وعربية ولم يكن الأهلي قد توجب أي لقب إفريقي في تاريخه قبل تسلم الماسترو رئاسة النادي وقتها واكتفى بالهيمنة على كرة القدم المصرية بناء على تلك الإنجازات اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الأهلي ناديا للقرن ليذهب الماسترو صالح سليم ليتسلم الجائزة بنفسه في مدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية عام 2001 توفي الماسترو في السادس من مايو عام 2002 بعد صراع مع المرض تاركا سجلا من الإنجازات والمبادئ التي نفذها على نفسه وأضحت أسوسا يتعلمها كل المنتمين للقلعة الحمراء يحفظها القاصي والداني عن ظهر قلب الله يرحمه والحقيقة يظل دائما أسطورة كبيرة جدا جدا ويظل دائما كابتن صالح سليم في قلوب كل الأهلوية وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هنشوف تأرير كالعادة هنعرف آخر الأخبار المحلية والعالمية ومن بعده فاصل ومن بعد الفاصل هنبدأ النهاردة في قضية البيت الكبير وكلام هام جدا 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 حيكون معايا بعد الفاصل نجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم الأستاذ محمود صبري الأستاذ جمال الزهيري الكابتن أشرف ممدوح حيكونوا معنا الأربعة على ترابيزة البيت الكبير عشان نقدر نتكلم في قضية البيت الكبير والموضوعية والترنت في الإعلام الرياضي كيف سننظر إلى هذا الأمر الموضوعية أم الترنت هنطلع فاصل ونطلع من خلال هذا الفاصل نشوف أهم الأخبار العالمية والمحلية